متعقيبا على الملف الذي خصصناه في حلقة يوم أمس عن قضية السوريين المحتجزين في مركز قنفودة والذي تم احتجازهم من قبل السلطات الليوبية خلال رحلة لجوئهم وتواصل فريق عمل المهجر مع المكتب الإعلامي في هجرة طبرق وضباطنا في طبرق أيضا لمعرفة مصير هؤلاء المحتجزين واستضافة الناطق عن الجالية السورية في ليبيا رائد البني للحديث عن ظروفهم ليتم الإفراج عنهم وأصدرت رابطة الجالية السورية في ليبيا بيانا تضمن قائمة بأسماء الشبان المفرج عنهم في سجن قنفودة والذي تم استلامهم من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي من قبل الجالية وهذه الصورة الظاهرة أمامكم على الشاشة تظهر أسماء المفرج عنهم مع معلوماتهم لتصل إلى ذويهم الذين فقدوا التواصل معهم وكان الناطق باسم الجالية السورية في المنطقة الشرقية رائد البني قال أن السوريين المحتجزين تم إلقاء القبض عليهم خلال رحلة لجوئهم وكيف تمتعطون؟ مع الأوروبيين في كثير سفن عم تعاد بالتنصيق مع الغفر الأوروبي يعطي حداثيات الغفر ليبيا اللي يجي يستلم في كثير سفن دخلت رجعت على ليبيا هي خارج المياه الإقليمية الليبية بالتنصيق مع الحكومات الأوروبية وطالب الناطق عن الجالية السورية في ليبيا السوريين بعدم إرسال أبنائهم إلى أوروبا عبر ليبيا لأنها رحلة الموت كما وصفها أي شخص اليوم ما لنش أستاذي خليني أعلق هذا الطريق أي شخص يوم يبعث ابنه على ليبيا هو باختصار عم يبعث ابنه إلى رحلة الموت فتفكر الناس شوي قبل ما تبعث لأن الوضع جدا سيء أول شيء في تدقيق جدا من الحكومة الليبية محاربة موضوع الإجراء زائد فيه مؤامرات جدا من المهربين وفيه خطف يعني اليوم أنت عم تبعث ابنك أنت عم تبعثه إلى رحلة الموت للأسف لما بتفقته كون جاهز ما تزعد لأنه أنت عم تبعث ابنك إلى رحلة الموت باختصار